يومية رمضان معمول النكتة على قناة انفاس بريس احنا بضبط مدينة الزور مدينة محمدية عند واحد الفنانة ممتلة مصرحية سينمائية عزيزة مورودي مرحبا بيك على قناة انفاس بريس اولا تنشكرك الاخ فاريد وتنشكر المشهولات التي تتقوم بها وتنشكر انفاس قريص على تي المجهولات والشي اللي تدروا مع الفنانة بش توصل المعلومة كما هي ومرحبا بك الله يكبر بيك وسمحينا جيناك معلوقيتها ديال الفطور تقريبا يوم وفاطرين عدكم بكل توادي مرحبا والف مرحبا رك عارف تبارك الله زمان المائدة المغربية رها غنية عن التعريف والحمد لله رها رمضان بالبركة دياله تدخل عند اي واحد كما بغي يكون المستوى دياله عنده قليل ولا كتير راتنا انت ان امن بلا رمضان رها برزقه الحمد لله كي كي يجيك رمضان أم شان قولك رمضان الاجواء دياله زوينة كانت فمتي وخها دياله ولي تهمتي بقليل دراري مكان وقبل معي دراري كاملين دبا مرة تتكون معي غي بنتي ولا مرة ما تتكون شو هاده بوحدي ولكن ديمتي يبقى داك الاجواء ديال رمضان ما تتجمع الدراري وادها ما كينش بحاله تتحيفي صلاة الراحيم تتقرفي من الله وشي حاجة ما كتتستغناش على الفنانة ديالنا يعني خصدهره ويتكون في مائدة الإفطار يبينو بينك القهوك حلاق أذكره على العام كامل وفي رمضان هي اللولة لا يحل عنك هي اللولة لأحزيزة ما كنت رمضان ما في رمضان لا قبل كنت نترمضان كنت نخرج بالسيف وبالعصار لأحزيزة لأحزيزة لك الجو عادي ومهديسة وفي فادي الرمضان وشكت خرجية تتقدى كده يا ملأ صار نحن نتقدر على هذه المسؤولية وما نقول لك أنا بعد شنوبات مثل تنقل الدار تنقل فلسطة حولية تنقل حسابة لا يمكنك تنقل بالميكات تنقل واجوز تنقل الكاكولات لا يمكنك أنا أخسرته تنقل قرار تنقل خسرته حاليا طقوز هذه العزيزة مر الإفطار عادي زمان مر الإفطار ما تنقل قليلا مثلا قليلا مثلا قنات أو شي حاجة إذا خرج بعض نوبات تنشي شف الوليدة لها هنا في محمدية أو لتنشي القايوات الإنجليس هذا لا عزيزة كفنانة وش كتتفرج فراسك في تلفازة لا أرتي وقعت لي جحل من نوبات تنسيلي تنسيلي أتنشدك في اليوتيوب هذا ما هي مرة ما هي جوج إما تنسي الوقت إما تتكون عندي شي شغال إلا فمتي واحد نقول مرة أو لا جوج اللي تصادفت مع ذاك التوقيت غنشوفوا للعزيزة يعني بشي سلسلة رمضانية إن شاء الله كوميديا إن شاء الله إن شاء الله غادي تنتظرون إن شاء الله على تليماروك مع السبعة ونصف في سيدكوم تاريكت القنب وهذا السيدكوم في فوكاهي وفي نفس الوقت تيناقش كل نهار تتطرق الموضوع من المواضيع التي تتعاني منه العائلات في مثل المغربية بصيفة عامة بيكي جوج هذه البرمجة تلفزيونية في رمضان كترة مسلسلات كترة سيدكومات أشان أقول لك إحنا ما كرهناش هذه البرمجة التي تكون في رمضان تكون على طول العام وقاعد الفئة الفنانة يخدموا ويتيبقوا العام كامل يتيت سننوا في رمضان وبين وبين ك ما تتاح الفرص لقاعد الفنانة أنهم يخدموا في رمضان فهمتي تنتمنى ونزعم وقاعد البرمجة ولو غير مثلا تنقص هذه البرمجة في رمضان وتكون مثلا في العود فش غير مثلا الإداءة عندها ربعة أو خمسة لليسيتكوم ويكونوا لليسيتكوم على طول العام وسلسلات على طول العام ويخدموا أمين فهمتي يعني من 15 شهر رمضان ويكون غير واحد الفئة ياخد دامة فهمتي يمشي كل شي ما تتاح الفرص لكل شي فينك ترتاح لليل عزيزة وش في تلفاز السيني موضى الخشاب هي بين وبينك تتعجمي الخشاب عن الشي غيب غير أنني نمشي المصرح ونتفرج في مسرح ترتاح نفسيا ترتاح غير هو المصرح كما تتعرف شوية متعيب وخاص كما تخدم أشي فرق اللي غير توفر لك الإمكانيات فهمتي الدفع مون ديال هالشي اللي خلاني أنني زبان ما تنخدم مش المصرح حاليا خرجت حقوق المجاورة ديال الفنان وقال مع رمضان قد قد ولا باقي لباقي كتستابد انت من الحقوق المجاورة الحمد لله مؤخرا أنا ما دفعش من اللولين كان ذاك الوقت اللي كانوا دفعونا كان عندي تصوير وما كش مثالية وتنستافد زبما داشي ثلاثة التوزيعات قريبا لست فتمنهم والحمد لله راها كما كان الحال راها نفعات الفنان وخا أنا تتجي فمتي وخا ذاك النسبة لتتجي غا وخا نرنوبة في العام كنا تنتمنى وانا كنت بقا كما كانت في الأول على 4 شهور ولهذا ولكن راها كما الحال راها الوضع حسن من في الأول دفوعات في العام الناس فمثل الفنان كلهم تتمنوا انها تكون ثلاثة في العام ويلتزموا بوحد توقيت مثلا واحد لادات اللي غاي يجي في هذا التوزيع أرتي لعش لأن الفنان تبغيت هو مثلا تكون عنده ريدي تبغيت ويعطي الكلمة مثلا غاي تبغيت انغاجر شي حاجة اللي غاي يقول مثلا نخلص فالتاريخ وفالتاريخ الأقل تكون بعدها يعني موزيم على الأعياد بحال عيد الكبير رمضان يعني لك تكون فيم شوية المصر والإنسان نفسيا تكون عارف مثلا واحد المدخول سيأتي في واحد التاريخ معين تكون مرتاح مثلا أن الناس كلها تتكمل بالتسلاف لك نكونوا واقعين والإنسان نحن الفنانة لا يمكنك أن تتغذت تتغذت لك لا يمكنك أن تأخذ كريدي لا يمكنك أن تكون قرية وإنسان يمكنك أن يرد هذا هل كانت مدخول أخر أو غير الفن؟ هذا الساعة كانت فن ولدتي ساعتين معاونين وصافي هل كانت لماذا دخلت إلى الميدا الفني؟ بينما بينك لا عرفت أنا كنت قبل عندي أولادي صغار كنت من قاطع الميدا الفني مؤخرا من المرطلق للميدا الفني وهذا تنبغيه عن حب تلقى في راحتي تلقى في هذا الشيء و كنت ما كان بإمكان ليس بغي الفلوس ولا بغي هذا سيقلب على حاجة أخرى كنت 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 ضيعنا على إطاقة الفنان ما تعني لك؟ تعني لي 30 أو 25% في ترين 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 ماذا رسالة الوزير التقافة؟ ما نقول لك؟ تنوج رسالة الوزير التقافة تقول لها الفنانة سيكون لديهم آمل في تغييرات ترين 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 الغابة ترين تغييرات ترين تحياتي وعندما سأخبر سأخبر شكرا